موظفون مدنيون بينهم قضاة ومتقاعدون وأساتذة جامعات تحت تهديد قطاع رواتبهم نتيجة الازمة المشتعلة بين الحكومة وميليشيا الحوثي بدأت القصة مع الإجراءات الأحادية التي اتخذتها ميليشيا الحوثي في سياق حربها على العملة الوطنية حيث منعت تداولها في مناطق سيطرتها وفرضت بديلا لها أسمته بالنقض الإلكتروني الأمر الذي سبب أزمة مالية داخل البنوك والمصارف التي وجدت نفسها عاجزة عن الاستمرار في صرف المعاشات منع الحوثي تداول العملة الوطنية دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بإيقاف صرف مرتبات قطاعات مدنية داخل مناطق سيطرة الحوثي ابتداء من ديسمبر 2019 وفق بيان وزارة المالية فإن هذه الرواتب ظلت ممتظمة لأكثر من عام رغم سمرار الحوثي في نهب الإرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي بعدا كان البنك المركزي قد أصدر تعميما لجميع البنوك والمصارف ببطلان أي تعليمات تصدر باسم فروعه في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثي وأكد في بيانه على أن كافة الأوراق النقدية الجديدة تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات التجارية لا يبدو أن هناك أفقا للأزمة المالية بين الشرعية والميليشيا فالحكومة التي يعيش بعض منها في عدن الخاضعة لسيطرة ميليشيا الانتقالي أعلنت تعليق صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثي إلا إذا تراجع الأخير عن العوائق التي افتعلها وهو ما ينبئ عن كارثة قادمة ضحاياها موظفون عالقون بين حكومة لا سلطة فعلية لها وميليشيا لا تجيد سوى النهبة